المصير الإنسان كتب الله تعالى له أن يعيش وقد كتب أجله وهو في بطن أمه كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك ويأمر بنفخ الروح فيه ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأجله وعمله وشقي أو سعيد فأجل الإنسان مكتوب وعمره محدود لا يمكن يزيد على هذا الأجل دقيقة واحدة ولا ينقص منه ولو دقيقة واحدة فعندما تحين ساعة الاحتضار عندما تأتي النقطة التي توقف فيها الإنسان عن الكدح في هذه الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي تأتي هذه الساعة ساعة الاحتضار وساعة النقلة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة وهي ساعة فاصلة ساعة مهيبة في حياة الإنسان فتأتيه الملائكة يأتي ملك الموت ومعه الملائكة لقبض روحه إن كان من أهل الجنة أتته ملائكة الرحمة وإن كان من أهل النار أتته ملائكة العذاب فيصاب الإنسان بخوف وحزن وفزع فمن رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن الله تعالى ينزل الملائكة لكي يطمئنوا المؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك يعني عند الاحتضار ألا تخافوا ألا تخافوا مما أمامك لأن الإنسان عند الموت يخاف مما أمامه ما يدري يعني مستقبل لا يدري المصير الذي هو صائر إليه فيخاف فالملائكة تطمئن المؤمن ألا تخافوا أيضا يحزن يحزن على تركه لأهل تركه لأولاد تركه لأموال تركه لهذه الدار التي ألفها منذ ولد فتقولهم ملائكة ولا تحزنوا ثم تبشرهم البشارة العظيمة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور الرحيم فتقبض الملائكة الروح وتخرج الروح من الجسد وإذا كان من أهل الجنة فعندما يقبضها ملك الموت تأخذها منه ملائكة الرحمة ثم تصعد بها إلى السماء فعندما يأتي إلى السماء تفتح له أبواب السماء ويرحب به وينادى بأحب أسمائه في الدنيا وأما من كان من أهل النار يسأل الله السلامة والعافية فإن الملائكة الموت عندما يريد أن ينتزع روحه ترتد روحه في جسده وتضربه الملائكة وتقول أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غلى الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فتنتزعها الملائكة انتزاعا تنتزع الروح كما قال الله تعالى والنازعات غرقا ثم يصعد بروحه إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء وينادى بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا وإن الذين كذبوا بأية واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه ولا يدخلون إلى الجنة حتى يلجأ الجمل في سم الخياط وكذلك نزل المجرمين بعد ذلك الروح تعود إلى الجسد ولذلك حين كان الميت من أهل الجنة يقول قدموني قدموني يقول لأهله ومشيعيه قدموني قدموني حتى يقدم على ما هو فيه من خير وإن لم يكن كذلك يقول يا وإله كان من أهل النار يقول خاطم المشيعين وهم لا يسمعونه يا ويلها أين تذهب بها ثم بعد دفنه الميت يسمع صوت قرع النعال المشيعين وتأتيه الملائكة وتختبر وتقول من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم فإن كان من أهل الجنة والسعادة فإنه يجيب قربي الله ونبي محمد ودين الإسلام وإن كان من أهل النار والشقاوة يقول ها ها لا أدري فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعهم كل شيء إلا الثقلين يعني إلا الجن والإنس ثم بعد ذلك يكون الإنسان ينعم أو يعذب في قبره إن كان من أهل الجنة ينعم وإن كان من أهل النار فإنه يعذب لكن أرواح المؤمنين تكون على شكل حواصل طير في الجنة تسرح في الجنة حيث شاء وأما أرواح أهل النار فتكون في سجين تعذب في فترة البرزخ فيكون الإنسان في فترة نعيم أو عذاب ثم بعد ذلك عندما يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الصع فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فيصعق الناس ويبقى الناس مدة من الزمن أربعون أربعون وحدة زمنية الله أعلم لا ندري عن حقيقتها ولهذا لما سئل أبو هريرة عنها قال أبيت يعني لا ندري هل هي يعني أربعون أربعون ماذا أربعون سنة هل هي بالسنة التي نعرفها أو بوحدة زمنية أخرى الله أعلم المهم يبقون هذه الفترة الزمنية ثم بعد ذلك ينزل الله تعالى من السماء ماء كمنية الرجال فتنبت الأجساد من القبور لأن الأجساد قد بليت وفنيت ولم يبقى منها إلا عجب الذنب إلا الأنبياء ومن شاء الله تعالى من الصدقين والشهداء والصالحين فهؤلاء لا تأكل الأرض أجسادهم ثم بعد ذلك تجتمع الأرواح في الصور فيأمر الله تعالى إسرافيل بالنقف في الصور فكل روح سبحان الله تذهب إلى جسدها لا تخطئه بقدرة العزيز الحكيم فيقوم الناس من قبورهم بعد نفخة البعث يقومون من قبورهم حفاتا عراتا غرلا يعني غير مختونين بهم ليس معهم شيء تموج بهم الأرض في يوم عظيم طويل مقداره خمسون ألف سنة في هذا اليوم العظيم يجزل الله تعالى الناس الجزاء العدل لا ظلم اليوم هو دار العدالة الدار الآخرة هي دار العدالة المطلقة ليس فيها ظلم أما الدنيا ففيها ظالم ومظلوم الدنيا ليست بدار عدالة لكن الآخرة هي دار العدالة المطلقة يبقى الناس يموجون على الأرض في يوم عظيم مقداره خمسون ألف سنة يرى الإنسان أمه أباه أخته وأخاه يفر منهم يرى زوجته يرى أولاده يفر منهم فرارا وكل يقول نفسي نفسي حتى يسأم الناس كما قال عليه الصلاة والسلام يصيبهم من السأم وما لا يطيقون معه ولا يحتملون يصيبهم من الهم والسأم والغم ما لا يطيقون معه ولا يحتملون فيطلبون الشفاعة من أبينا آدم فيعتذر فيطلبونها من نوع فيعتذر فيطلبونها من إبراهيم فيعتذر فيطلبونها من موسى فيعتذر فيطلبونها من عيسى فيعتذر فيطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعتذر وإنما يذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من محمده وحسن الثناء عليه شيئا عظيما ثم يقول الله له يا محمد أرفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيرفع رأسه ويقول يا ربي أمتي أمتي كل الناس من فيهم أولو العزو من الرسل يقول نفسي نفسي إلا هذا النبي الكريم بآبائنا هو وأمهاتنا يقول أمة أمتي فصلوات الله وسلامه عليه ما أعظم رحمته وشفقته بأمته فيقول الله له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوه ويقبل الله شفاعته ويظهر الله فضل هذا النبي الكريم على الأولين والآخرين فتنصب الموازين وتنشر الدواوين ويجاز الناس الجزاء العدل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم بعد ذلك يكون منصرف الناس ينصب الصراط على متن جهنم ولا بد من أن يرد هذا الصراط الجميع جميع البشر بمن فيهم حتى الأنبياء بمن فيهم أول عزم من الرسل لكنهم يتفاوتون في مرورهم على الصراط فمنهم من يمروا كالبرق ومنهم من يمروا كالريح ومنهم من يمروا كأجود الخيل ومنهم من يسقط وهم أهل النار يسقطون في النار وإن منكم إلا واردها يعني المقصود بالورود المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم فيرى الناس جهنم يرونها أمامهم ويعبر أهل النار يسقطون في النار وأما أهل الجنة فيعبرون الصراط ويدخلون الجنة برحمة أرحم الراحمين هذه الدار العظيمة التي فيها مال عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم بعد ذلك يخرج الله تعالى من النار من مات على التوحيد من مات على التوحيد فهذا لا يخلد في النار وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة فيخرج من النار من مات على التوحيد بعد ذلك يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ويؤتى بالموت على صورة كبش كبش أملح ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة تعرفون هذا يقول نعم هو الموت يقال يا أهل النار تعرفون هذا يقال نعم هو الموت فيذبح في مكان بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وتكون هذه هي نهاية رحلة البشر ومستقر البشر فريق في الجنة وفريق في السعير أسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة وأن يجنبنا النار اللهم أن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أن نسألك أن تستعملنا في طاعتك وأن توفقنا لما تحب وترضى وأن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين